تتصاعد المخاوف يوما بعد يوم في العراق بسبب انتشار مرض الكوليرا في جميع المحافظات وهذه المرة في واسط والتي شهدت انتشار مفاجئا للكوليرا بعد تسجيل كثير من الحالات المصابة بالمرض وستتخوف سكان المحافظة من انتشار المرض وعدم السيطرة عليه في ظل عجز طبي حكومي حقيقة بالأون الأخيرة نلاحظ انه زيادة في نسبة الاصابة بمرض الكوليرا حالات الالتهاب بالألماء الشديد اللي جاء تجينا واللي هي من علاماته انه الاسهال الشديد والتقيو هالمرة بدأت تنتشر في المناطق الوسط والجنوب سببها اكثر شي مثل ما نقول الماء الملوث غير معقوم ابدو ان هناك كثير من الاصابات في مرض الكوليرا والاسباب هي تلوث المياه ومن خلال التكثرات الموجودة بالناقل للمياه مديرية الصحة وسط اكدت انتشار مرض الكوليرا في عدد من اقضية ونواحي المحافظة وتسجيل عشرات الحالات المصابة بالمرض مشيرة الى ان التلوث وانخفاض مناسيب المياه ساهما بانتشار الكوليرا في واسط نظرا للخفاض مناسيب المياه في دجلة سجلت محافظتنا ومحافظة اخرى في العراق اصابات في مرض الكوليرا سجلت لحد الان 79 حالة اصابة اغلبية في قضاء الصويرة حالتين في قضاء الكوت وثلاث حالات في قضاء العزيزية انتشار مرض الكوليرا في واسط يمثل انهيارا اخر للقطاع الصحي المنهار اصلا بعد عام 2003 كما يؤشر بوضوح الى اهمال حكومي واضح في معالجة اسباب انتشار هذا المرض والمتمثلة بالجفاف وشح المياه فضلا عن عوامل التعرية التي ادت الى تغير مناخي لم يشهد العراق من قبل